من ناحية تانية الوضع أو مثل هذا الوضع عملية مؤلمة للمسيحيين وعملية متعبة يعني عندك الناس الحقيقيين اللي عاوزين اللي بيحبوا الرب وعاوزين يخدموا الرب ويتكلموا عن الرب وفي ناس من ناحية تانية بتلاقيهم تجار دين بتلاقيهم فازدين من جوة لكن مثل ما ذكرت لهم صورة التقوى هذا الشعب يكرموني بشفتي أما قلبه بعيد يعني عن الرب ولكن مع كل هذا يعني بيتعب المؤمنين تعاوز تتقدم عندك رؤية عندك عمل عندك خدمة لكن بتحس في تعطيل من هؤلاء الناس شو ردك هدف الشيطان أنه يحط الزوان يعمل ثلاث حاجات يا أخ النظار حاجة الأولانية عايز يخدع المساكين الهالكين يعني يقول له أنت كويس أنت يعني بتصلي أنت بتصوم أنت بس اعمل اعمل اللي بدك إياه فأولا هدف إيجاد الشيطان للزوان أن يخدع الناس بالتدين الظاهري يقول له أنت شبه اللي عايزه ربنا بالضبط حاجة تانية عايز يشوه صورة المسيحية الرب عامل عامل جميل المسيحية والكنيسة لؤلؤة المسيحية والكنيسة عروسة المسيح المسيحية والكنيسة عذراء عفيفة فالشيطان عايز يحط حاجة ناس كده مزيفين يعني يعروجوا من الفرقتين مسكين العصايا النص عشان يشوه صورة المسيحية وفي الآخر عايز يحط نموذج مزيف مريض عشان الناس تتبعه وتقلده وتمشي وراه هذا هو هدف الشيطان من إيجاد الزوان الناس المزيفة المؤمنين المزيفين الذين لهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها اشتركوا في القناة